يبقى أول معاد أنه بتعامل وقت الولادة أو في نفس اليوم يعني تمام كده؟ بيبقى بعدها بساعة بعدها بساعتين بعدها بتاعت ساعات الأفضل والأفضل أنه يتعامل في نفس الوقت يعني بعدها بدقائق كده من تمام عملية الولادة المعادة التاني المثالي أو المناسب قوي بيكون بعد فترة 30 يوم يعني شهر إلى 45 يوم من الولادة يعني من شهر إلى شهر ونص يعني الوقت بقى لو ما عملناش يوم الولادة نستنى من شهر لشهر ونصف وعدين نعملها طيب أكيد سؤال مشروع يعني اشمعنا يا دكتور محمد الموعيد اللي انت بتقولها دي هي الموعيد اللي انت قلت عليها المثالية أو الموعيد المناسبة قوي يعني هقول لكم بالنسبة للموعد الأول اللي هو يوم الولادة بيكون فيه ميزة كبيرة جدا وهي أن العملية بيتم إجراءها في نفس المكان الطبي اللي تمت فيه عملية الولادة الله تبقى ده مهم طبعا ده بيحقق الأمان الطبي تخيلوا كده معايا أن المكان الطبي اللي أجريت فيه عملية الولادة المستشفى يعني وانا بقول هنا المكان الطبي بتكلم عن المستشفى ما بتكلمش عن عيادة طبية بتكلمش عن المستوصفات مع احترامي الشديد بس هقول لكم ليه بعد كده أنا قصدي أنا بخص بالذكر كلمة المستشفيات لأن هي دي اللي بيتم فيها عملية الولادة السليمة والآمنة تمام كده فإن العملية دي تجرى في نفس المكان الطبي دي ميزة كبيرة قوي المكان معقم والأدوات الطبية موجودة والطاقم الطبي موجود أمان فعشان كده احنا بنقول تحقق ميزة إيه الأمان الطبي طيب هي دي الميزة الوحيدة لا ده فيه ميزة تانية بقى أهم يعني عشان أن العملية دي تعمل في نفس يوم الولادة إيه هي الميزة دي جزء من دم الأم مش الجنين الطفل يعني اللي تولد ده المولود البنت أو الولد والأم كانوا متصلين مع بعض من خلال الحبل السري جزء من دم الأم ما هو الجنين ده كان بياخد كل حجم الأم بياخد الدم بياخد الاكسوجين بياخد الأكل بياخد الفيتامينات المعادة كله كله فجزء من دم الأم بيكون داخل جسم المولود وده اللي هكلمكو فيه إن شاء الله إن شاء الله في حلقة قادمة يعني هكلمكو عن الموضوع برضو بيقلق ناس كتير قوي عن الصفرة تمام؟ هقولكو إيه تفسيره يعني